أهلا بحضراتكم مرة تانية دلوقتي بقى احنا خلينا نروح لفقرة كده فنية ورياضية يعني ميكس كده مع بعض و احنا طبعا شايفين انه في بعض النجوم في رمضان السنة دي قوة البدنية يعني واضحة جدا في اعمالهم السنة دي لما ندور بقى عن الكابتن اللي عمل فورما دي لاغلب النجوم هنلاقيه كابتن محمد ابو النجا واحد من اشهر مدربين اللي بسمته كانت واضحة جدا لعدد كبير من النجوم في موسم وسلسلات رمضان ده غير ان هو كمان موجود بقيله كده كم موسم معانا في دراما رمضان لازم نلاقيه مشارك مسلسل او اثنين مع نجوم كبار السنة دي شفناه في دور خميس مع ياسر جلال في مسلسل ضل راجل خلينا عرف تفاصيل اكتر بقى عن كابتن محمد ابو النجا عن الفورما وعن ادواره نورنا في صباح الخير يوم قصة صباح الخير عليك صباح الفل عليكم طيب انا بتي هتدي معاك بقى الاول من دراما ومن خميس نقصيب الفورما لحسام بيحب الفورما عشان انا معطى على الفورما بهدل الدنيا فورما طبعا صدل تسأل انا اتكلم بالشق الفني اتكلمي بالشق الفني عجبني النظام انا حاجة تقسيم الادور انا ايسألك بقى يعني التديد ازاي في الدراما دخلتها ازاي هل رحت بوركشوبس بتختار الشخصية على اساس اي يعني حاجة فيه فرق كبير جدا ما بين كابتن ومدرب لياقة بدنية وبين ممثل وفنان الاول هي الشغلانة بتاعت مدرب هي عبارة عن حاجة قوية جدا وصعبة اوجد تتعامل مع جميع الفئات جميع البشر ولازم دماغك تشتغل معاهم كلهم فدماغك داي من 24 ساعة شغالة والله الموضوع اجيب محض الصدفة يعني شافوا فيي ان انا شكل وهيئة وكاراكتر ان انا انفع في الادوار اللي فيها شر فيلن شوية او كده وجي الموضوع في البداية مع الفنانة احمد السقة طبعا وبعد كده تطور الموضوع شافوني فاختنعوه فالموضوع بعد كده تجيب الممارسة بجانب اني لقيت ان هو بيخدمني اكتر في الكازا كاراكتر اللي انا بشوفه فبمثله ازاي فالموضوع بصراحة لطيف جدا بس انت انت مركز عندك يعني مش هنقول انت بتمرن فين بس انت مركز معاك فنانين كتير يعني انت تمرن معاك محمد عد الامام تمرن معاك يا سر جلال تمرن معاك سقة تمرن معاك احمد زاهر يعني مش ها يعني فيه كتير اورانيا يوزف اورانيا يوزف اه يعني فيه عدد بس انا عارف بقى كويس قوي ان ياسر جلال بيحبك جدا ده اخويا كبير جدا يعني السنة الفاتف في فتوة والنهاردة السنة دي في ضل راجل يعني السنة الفاتف كان ياسر جلال معاك وكلمناك واثر قال لي قبل الهوى حسام لازم نكلمه بالنجا احنا يعني اهو حاجة كلوس كده ما قولناه على الهوى بيتقال اول مرة ده حقيقي يعني احكي لنا بقى عن ياسر جلال والصداقة اللي ما بينك ياسر جلال غير ان هو فنان ارجل شخصية تشوفها في حياتك اه انسان طيب جدا اه هايل بيحب يفيد اكتر ما يستفيد له قدامه عملاق في الدراما ما شاء الله هايل يعني فالموضوع بالنسباله اه بيحب قوي قوي الحاجة اللي بيعملها يركز فيها جدا يعني انا بمرنه مركزين في التدريب وبيسمع الكلام بشكل فوق الطبيعي هو بيمررني هو المدرب بتاعي في التمثيل فالكارزمة بصراحة هايلة ما بينها اه التعاون هايل اغلب الفنانين واللي في المجال بتاع الميديا عن طريقه وثقوا فيا شايفين اللي هو وصل لي وشايفين عند قصة انت بسم الله ما شاء الله يعني سمعتك في التدريب سبقك هي كل قصة انه هاوي يعني الشخص عنده ايه يقدر يوصله لغيره طيب خليه بقى سألك سؤال في الحندوقت دي تحديدا دلوقتي هم نتكلم عن الفتوة الفناني ياسر جلسر اللي فاتت والسنة دي ده الراجل محمد عدل الإمام برضو هوجن والنمر هل الدور او الشخصية بتفرض عليك طريق التمرين معينة يعني شو بيبقى فيه شكل جسمه معين لكل شخصية ولا بيبقى نفس التمرين واحدة؟ لا طبعا طريق التمرين وطريق التغذية يعني نشوف ياسر جلال في الفتوة أملاق قوي عضلات ضخمة باين جدا حتى في التصوير نبلك اه يعني ما شاء الله باين الفريم انه هو بادي بيلدر حد قوي جدا شخصية زي شخصية جلال في مسلسل دل راجل راجل جلبان كادح بساق وقت تاكسي والصبح مدرس فما ينفعش يطلع بنفس الصورة فطريقة التمرين هتختلف ان هو لازم حجمه يقل الفريم بتاعه يبقى هادي ما ينفعش يطلع بالشكل ده نفس الحكاية فوجا اغلب الوقت ضخم جدا وعضلات وشيب وقلع في المسلسل جبين جدا النمر فتنس اكتر لازم يروح ويجري وحركات بتاعته لازم يكون سمارت اكتر فكل دور على فنان لازم دي طريق التمرين زي اللي بيجهز يعني انتر بتقرر الشكل ده ولا الفنان ولا بتتفقه الممكن فنانيجي يقولك لا انا عايز شكلي لا هو يعوز اللي يعوز بقى هو دلك بتعايز وصله ايو ده 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 من مجا بقى لطلع كده تمام وصلا تسلمني نفسك وماليك تدعوه بني زي كل واحد في مجاله يعني اجل مسلا لحضرتك اقولك هنعمل مسلا برنامج عن الاكل الفريلمات بتاعتي هنقل في لا استنى يعني راجل فاهمه دي شغلتي يعني اعمل واحد اتنين تلاتة هي كل القصة الشخصية عبارة عن كزا فيناسبها ده فما ينفعش الجدل في الحتة دي هم واسقين جدا فيها وانا قد السيخة الحمد لله وبنوصل للترجمة بسرعة قبل ما نبدأ بيبدأ الشخصية انا هطلع في شكل ايه طب الشكل ده مناسب لي الهيئة دي يبقى لازم نشتغل عليها مزبور فهي بتبقى عملية اتفاق مش عملية فرد رأيي يعني اكيد اكيد طب طيب عايز اروح معك شوية بقى كده في التمرين وتحديدا رمضان الناس بتبقى في اول رمضان متحمسة جدا وانا لازم عشان ما تخنشوا عشان ما خسش في رمضان ولازم انزل التمرين فبتلاقي اول اسبوع الجمات مليانة مفيش مكان بعدين تبتدي تنزل لا تتعيش حد الناس تعيد وسافر وترجع من السفر ده في غير كورونا يعني ربانا يسروا ما يسفروش السريديوز يرجعوا يفتكروا نفسهم بقى بعد العيد ده احنا اللي بيت خنتخن جامد ضرب في رمضان واللي بيخس في رمضان خس جامد الناس مفروض تعمل ايه بقى في الفترة اللي احنا فيها كده لو عايز تلحق نفسها في اخر عشر تيه نعايزين نصنف الناس الاول تلاتة انواع النوع الاولاني اللي هو مروش في الرياضة وشوية يروح وشوية ييجي خفيف قوي النوع التاني الرياضي بس مواسم زي اللي حضرتك بتقوله اللي هي اغلب الناس لا تخمت شوية لازم اركز فورمة السحل فورمة قبل المدارس مظلو وهكذا الناس التالتة اللي هي الفئة الاقل شوية الرياضيين مش فارق مع اي موسم او شغال اه لايف ستايل اسلوب حياة هو شغال عليه بيتمرن هو ده الستايل بتاعه العادي فنتكلم على الفئة الاكتر اللي هي الفئة الموسطى اللي هي لا هو رياضي ولا هو مش رياضي ودايما بيحافظ على الشكل على حسب السيزن طيب علشان نحافظ على ده اول حاجة نصيح ده نقولها في رمضان محدش يتمرن قبل الفطار التامرين دايما بعد الفطار الا لو انا مضطر مضطر يعني ما عنديش وقت اللي قبل الفطار اتمرن فلازم في شوية حاجات احترازية كده ايه ناخد بالنا منها زي اول حاجة اكون جسمي مرتاح جدا لفترة الصحور الفطار السيام السيام اول مصحة لحد ما روح التامرين جسمي مريح مفيش اي مجهود يعني ما جيش مثلا واحد زي حضراتكم صحي من الساعة 6 الصبح ما يلف وبنامج واطلع واحد باقول هروح اتمرن اقولك اسف منفعش تاني حاجة ان المفروض التامرين قبل الفطار مباشرة يعني الساعة اللي قبل الفطار تالت حاجة ان انا اكون من الصحور واخد جميل عناصر جزائية اللي تكافيني ما كافيك فترة الصيام عشان تقدر زي الموز احافظ على نسبة البتاسي منوجودة في الجسم زي حاجة فيها مادة ملقة زي الفول او البطاطس تكون تملى معدتي عشان احس بالشبع نسبة بروتين زي بياض البيت زي التركي زي اي حاجة من الحاجات ديت وبذات الميا وحافظ على نسبة الميا في جسمي في الفترة ديت ساعت اقولك تقدر تتمرن والتامرين يكون شدته قليلة يعني احافظ على شكلي واننا ما يكونش دال اللي عادي يعني كل المسهلان عشان ما عنديش وقت يوم استثنائي ما يكونش دال عادي اه والناس دايما عندها فكرة اتمرن قبل الفطار عشان لو عايز تخس اتمرن بعد اتلس اتقالك عن موضوع ده اه قبل الفطار مش عارك لا يا جماعة هي عبارة عن طريق التمرين واسلوب اكل سواء قبل او بعد الفطار طريق التمرين واسلوب اكلك هو اللي هيحطك على الشكل اللي انت عايز سواء عايز تخس او عايز تزيد عضلات فهي دي النصيح بصراحة لان استاذ انت خب الهمية عظيم جدا طيب هنيرجع تهرجع ثاني للشق الفني مالاش هنبدل مع بينج فونج ما بيننا بص فن رياضة فن رياضة رياضة طيب يعني زي ما كان الحساب يقول فيه نجوم كتير معاك كان محمد عبدالإمام وكمان ياسر جلال وايضا يعني لو هنتكلم بقى لأحمد ميكي احنا أحمد ميكي احنا أحمد ميكي شوفنا في فورما مختلفة تماما انت شايف انه ايه اللي اختلف في أحمد ميكي ممكن في وقت اختفى عن الناس ورجع بقى بقى بشكل جديد وأحمد ميكي كمعين معروف ان هم الفنانين اللي بيحافظوا ومهتمين بالياقة البدنية بشكل جديد هو ميكي يجمعنا صداقة من سنين من تقريبا من قبل ما يبدأ وبدأ موضوع الفن فاحنا أصدقاء ورياضيين يعني هو مش هقولك ان هو محتاج مدرب طول عمره رياضي وللناس ما تعرفوش شارك وهو صغير وفي سن الشباب 16 سنة و14 سنة في بطولات وعلى مراحل سنه ومشاء الله كان بوكسير وطول عمره فت كل القصة مشاكل زي اللي بتحصل وهو للأسف سيء الحظ شوية في حتة الموضوع الصحي أو نقول مثلا محسود أو كده لإني اللي أنا شايفه كده بصراحة مر بوعكات صحية جمدة جدا وطلع منها زي ما شفنا في الكليب في فورما شيب ما حصلش جدا ناس فارا يعني ناس تخدت مستش اه لا اطلع صافي عضل اتبسطت بس تخدت اه رسالة وصلها للناس يا جماعة أي حد يقدر وقعته يطلع بحاجة أحسن وأحسن وبعد كده زي ما شفناها في الاختيار اتنين ما شاء الله عليه غير القوة الدرامية اللي بيفجئنا بيها دايما ما شاء الله قوة جثمانية وهايل فمن الناس اللي فعلا فعلا أحيي جدا على اللي هو فيه والإرادة اللي هو بيعملها وشاطر مش بس ان هو بيتمرن بيزاكر طيب أولنجا عشان وقت يخلص عندي سؤال أخير الناس لما بتشوف الفنانين عملين الفورما دي بيستعجلوا أنا عايز أعمل فكتير قوي بقى باختلاف الطبقات بتاعت الحاجات اللي بتتاخد من أول بقى تنزل تحت الدانابول والسيستلون والأنابول وتطلع بقى فوق لغاية الهرمونات أيها فيها قول على رب أيها كل حاجات الهرمونات اللي بتتاخد من تحت خالص لغاية لما تطلع فوق خالص جميل سؤال حلو جدا نقول ايه بقى للناس في النقطة دي نقول ان الحاجات دي لازم نصنفها لتلات حاجات عندنا حاجة اسمها مكملات غذائية هرمونات منشطات المكمل الغذائي مصرح به بجميع أنواع وزارات الصحة العالمية مش شرط بروتين بي سي اي اللي هي الأحماض الأمينية جلوتامين بريوركاوت اللي هي بتدي طاقة فاب بيرنر ببعض الأحيان للسيدات أو الرجال كل ده تحت شق المكمل الغذائي والمكمل الغذائي حاجة أمينة زي لابن الأطفال ما هو مكمل الغذائي مزبوط ده بيتاخد تحت اشراف الطبيق زي مثلا الطفل ما ينفعش أدله لابن أطفال لوحد ده برضو في ناس فهمة وناس عارفة سواء مدرب أو سواء خبير تغذية أو سواء دكتور هيوصف لك اللي مناسب ليك على حسب انت عايز ايه ده من شق المكمل الغذائي مفيش منه أي ضرر نخش الهرمونات الهرمون أنا بشتغل على حاجة جوه الجسم بغيرها بشكل سريع زي بالظبط أنا عندي زرعة بتطلع في شهر لأنا عايز تطلعها في ثلاث ايام فأكيد عليها سايد فكت وعليها أضرار أو عليها كذا دي مش شغلة أي حد ان هو يشتغل فيها لأنت بطل رياضي ولا بتطلع على مسرح ولا بادي بيلدينج عشان نقول ان انت تقدر تعمل ده انت كل اللي انت عايزه في حياتك تعمل شيب وشكل وفيتنس كويس فالاستعجال هيضرك أجي بص الواحد بقاله 15 سنة من عمره عمال يتمرن وشكل أنا عايز أبقى شهرين كده طيب مقابل ده أكيد فيه أضرار طبعا دي نلغيها ونركنها على جنب ليها ناسها وليها دكاترتها وليها الشقة بتاعها المنشطات اللي هي كل الحاجات اللي شغالة على الهارت على القلب ان هي تديني افورت عالي قوي طاقة عالية جدا أجري في الملعب الساعتين ما تعبشي أعمل مجهودة عالي جدا وتلفتنجاشيل أوزان تقيلة من غير متعب دي برضو كل شغلات على القلب ممكن يجيلك هارتاتك ممكن يجيلك زبحة ممكن يجيلك أمراض دم شوفنا بعض الحالات دي بسبب ده فانا منصحش بيتها الحاجة الوحيدة المصرح بيها وللناس بشكل آمن تاخدها الناس العادية المكملات الغذائية مكملات الغذائية مع الشرف خبير تغذية مع حد فاهم بالظبط سواء خبرة شخصية لكن بقى الحاجات اللي بتتوزع في الجمهات البسيطة زي الديكا كل ده تقع تحت الهرمون هرمون كل ده تقع تحت الهرمون سواء أورل طريق الحبوب أو طريق الحق والحقان اللي بتمشي تلاقي دراع الولد مخرب من كل حتة وتلاقي الباي قد كده ودراعه ورفايع خالص بالظبط التناسق يعني أنا شايف حد شكله مش متناسق زي ما عليش ما تتزعبوش مني الستات اللي بتامل عملية تجميل مثلا الشكل في حاجة غلط مهما كان شكل جميل نفس الحكاية بالظبط طيب ونجا أنا أشكرك شكرا جزيلا ومبروك على المسلسل ومستنين منك كتير جديد مرسي جدا وأنا اتشرفت بيكم وصباح الفل عليكم صباح الخير